سلام تول مونت نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بحل ديما اليوم ان شاء الله وف اطار لغلاس او للمتلاجات اللي تقدرو تضفو العرضات الضيافات المناسبات وحتى الافراد العائلة في هاد الصيف وف هاد الصهد وف هاد الحرارة اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم غلاس حصريا على قناتي والاول مرة في اليوتيوب وصفة من ابتكاري غلاس بنكهة مغربية مليون في المية بشوفت العين منيك تحطوه قدام ناس ما كيبانش على انه غلاس كيبان كأنه سفى بريستيج او لا شي طبق مغربي بريستيج هموي ولكن منيك تسربوه للناس وكيبدو الناس كيأكلوا كيكتشفوا على انه غلاس بمداق مغربي مية في المية وصفة اليوم ان شاء الله هي غلاس تفايا رائع رائع كييجي شكل ديال ورائع وشيك وراقي وهموي ديروه في هاد الصيف هاد عندكم عرضة مناسبة ضيافة بغيتو تصدموا البشر صدمة ديال بالصح وبغيتو غلاس مختلف تماما بشكل جديد بمداق جديد بنكهة جديدة وبستايل جديد فهاد الوصفة اليكم الناس اللي عزيز عليهم ديما الجديد وديما الحصري وديما وصفات مبتكرة وجديدة بعيد كل البعد على الرتابة فهذا الغلاس هادا ديالكم شوفت عينها كيبا صوفيستيكة او كيبا شي حاجة اللي رويال ولكن نرى المكونات دياله سهلين مهلين كيتقام مرخيص ولكن نتيجة قطعتكم غلاس رويال ملكي فاخر بامتياز ما فيه لاقيش داتارية لا جوبن لا ماسكاربون لا تشي حاجة حاولت اناني المكونات دياله نخليهم اقتصاديين وشكل يبان انه رويال وشي حاجة اللي هموية كيجير طب مكيجيش هكذا كيابس او اللقاسح كيجير طب وبنين كيح مقبقوا معي ان شاء الله حتى الاخير ديالها فيديو باشوفوا المكونات وطريقة تحضير غلاس تفايا اول حاجة سنبدأ بها ان شاء الله في هذا القلاس هذا هو التحضير تفايا فهذا الكاسرونة عندي اربعات ديال البصلة تمتوسطين قطعتهم هكذا على شكل جنيه وحد سواء كتخدموه بالبصلة البيضة او الصفره او الاندهبه كتكون القشرة دياله دهبية البصلة الحمراء مكيجيش ازوينها في تفايا الثانية قياس واحد جوج معلقات كبار ديال الزبدة من اصل حيواني ودرت هاد البصلة هيو الزبدة على عفية متوسطة وبقيت كنشحر في البصلة حتى بدأت كدبال فهذا المرحلة غدي نزيد نصم معلقة صغيرة ديال القرفة بلدي متحون ومغربلة غدي نزيد هنا يا القرونفل متحون ومغربل حاجة تكون بالراس ديال المعالقة صغيرة ديال القرونفل ما تكتروهج بزاف غير شوية ديال القرونفل نزيد 4 علقة صغيرة سكينجبير سيبيسا القشرة قياس قياس ملح 4 علقة صغيرة سمن بودرا قياس 5 حبات المسكا حرة قياس ملح سكينجب مزهر سكينجب مزهر سكينجب مزهر سكينجب مزهر سكينجب مزهر سكينجب مزهر سنقص البطا الاختيار سيرطل سنقضي مزهر كله سيبطل كم سيبطل حتى اعطاء الماء في هذه المرحلة نكتب البصلة تزيد لها نص معلقة صغيرة القرفة بلدية متحونة ومغربلة ومعلقة كبيرة العسل اي عسل عندكم تقدروا تخدموا به الناس الذين لا تفرشوا على العسل تقدروا تعوضوه بسكر سندة او لا سكر حبيبات ونحرك هذه المكونات ونجعل البصلة تعسل لتفاية ضروري انكم تعسلوا هذه البصلة حتى توقف وكتعلك وما يبقاش فيها الحس السوائل او الحس الماء باش في الاخير تحصلوا على تفاية بهذا الشكل تجمعلكا مزيان نصل عن بحيطا فوق البوطا وخليتا حتى تبردت مزيان سوف نقسمها على الجوج نصف سوف نضيف الزلافة ونحتفظ به على جنب ونصف الاخر سوف نزيد على القياس واحد جوج مع القكبار اللوز سواء تقليه في الزيت سواء تقليه في الزيت او تحمره في الفران وتهرمشه هكذا بشكل رقيق بحال سميدة سوف نحرك مزيان ونجعلها تفاية على جنب سوف نأخذ الاناء او الكس دي العصر فاش تطحن العصير لقد اضيفه في نصف الكمية تفاية ونضيفه في القياس ونضيفه نصدر الحليب نصف مع القياس صغيرة عن طحونة ومغربلة ونقيكة الكبيرة هذا زهر البرتقال على البطاقل إنترى الاستطحن المكونات سوف نقوم بمجمد حجتنا بهذا الحليب يجمد حجرة يبرد مزيان حتي وفيه الكريستالات سوف نقوم بمستحضار الشانتيه و المستحضار القلاس الفاني ساشي شانتيه و المستحضار القلاس الفاني اضع لديه فاني اجمد حليب بارد و الكريستالات سوف نزيد على هذا الساشي لدي الفاني جربتوا بزاف دي النكاهات بساشي فالفاني تحافظ على المداق التفايا يغطي المداق التفايا قمت بتفايا حتى حصلت على خليط المكونات حتى يبدأ الخليط نزيد من 4 إلى 5 قكبار لوز مقلي ثلاثة تحتاج الاطار في قطر اضرب قطر تحتاج الاطار تحتاج الاطار قطر 1-2 1-2 و أضرب الوقت و أضرب و أضرب و أضرب و أضرب نصف كمية وأضرب أضرب إضافة حتى تحتاج الاطار سوف نحضر هذه التفايا باللوز و سوف نبدأ نبت بها الجناب أو الحواف الإطار تقدروا تخدموا بالمول التي تحللوا من الجن و عندهم قفل من الجن و لا تخدموا بهم شخصيا نفضل هذا الإطار بالنسبة للغلاس كيف يمكن لكم تديروا أي شكل للمول سوف نحضر هذه التفايا باللوز شوية بشوية و انا نبت فيها الجناب الجلاس حتى نجيب الضورة على الإطار كامله و هذا الشيء اللي بقلية تفايا سوف نسرحه هكذا غير شوية بشوية لأنها تكون معلكة و ملسقة مع بعضها فنحل شعرات البصلة و نسرح فيهم هكذا بشكل متساوي حتى نغطي القاعد ديال هاداك الجلاس بهذا الشكل سوف نستمر بنفس طريقة حتى نكمل الكمية ديال تفايا و نأخذ النص ثاني اللي بقلية ديال الجلاس سوف نغطي به هاد طبقة لدرسي ديال تفايا غير هو من يتبغيو تزيدو هاد طبقة هادي كتحولو انكم تزيدوها غير بشوية وتسرحوها بشوية بسباتول او لا ما غيس باش تحافظو على هاداك طبقة ديال تفايا كتبقى بشكل متساوي ما كيخسرش اللي على وجه دياله هنا في نيتلوجيا قديتو غادي نضرب مزيان الغلاس على الطبلاء علاش كنخدم الى كين الفارغات يخرجوه و غادي ناخد الغلاس نديرو في المجمد مدة ليلا كاملها حتى اللا غدلي ان شاء الله باش كي يجمد مزيان هنا من بعد ما دوز الغلاس ليلا كاملة في المجمد غادي نحاول انني نحيدو من هاد المول ديال الاطار كيبقى ساهل باش تخرجو منو اي حاجة درتوها فيه هنا يلقينا فاش غادي نسربي الغلاس ديال ما كنأكد على هادا النقطة الاناء فاش تربيو الغلاس كتديروه في المجمد من قبل باش حتى هو يكون برد باش مني كتسربيو فوق منو الغلاس ما كيدو باش الغلاس دغياب الخصوص في الحال سخون وفي الحرارة فحاولوا ما امكان الاناء فاش كتقدمو الغلاس ديروه في المجمد ويكون برد مزيان هنا يا من بعد ما حطيت الغلاس فوق الاناء سواء بيديكم هكدا كتبدو تدفيو جناب ديال الاطار كيف ممكن لكم تاخدوه سربيتة او اللافوطة كتغطسوها في الماطع ستعصرها مزيان وتلويوها على الجناب ديال الاطار باش تقدرو تحيدو هادا القلاس من الاطار بهذا الشكل هادا سلعن به خاديدو دابل تزيين كيبقى على حسب الدوق ديال كم زينو كما بغيتو فاشخصيا غادي نزيل له جناب دياله هكدا بشوية ديال لوز اللي مفسخ محمر ومتحون هكدا على شكل سميدة رقيقة ومن الوسط غادي نزيد شوية ديال تفايا كتديرو شوية ديال تفايا من الوسط بحال غابال على ان هادا القلاس هادا راه فيه تفايا هو رامني كتديرو فيه تفايا كده من الفوق وكتسربيو كيبقى محسفة بريستيج رامن سابقى لمستحيلة ناس تعرفوا انه قلاس سرحت هذه التفايا بهذا الشكل زينت لوجه دياله بشوية ديال لوز اللي مفسخ مقلي بهذا الشكل هادا ورشيت من الفوق شوية ديال لوز مهرمش او لا مطحون هكدا على شكل سميدة شوية ديال السكر موليه البشار غلاس صدمة اللي غادي يدقو ما غاديش تيقنز انه غلاس هكدا بها ديال تفايا العشاق تفايا والعشاق المداقات ملحة حلوه والعشاق انك هات المغربية الاصيلة فهاد غلاس هادا كيجعل طيبة ديال ملحو حلو هو راكيجي حلو ولكن كي تكونو كتاكلو فيه كتحسو بواحد اللي مساق فيه فاديال الملوحة لكي نفتفايا رائع ميمكنش تسربيو الشي حدو اللي يدق عندكم شي حدو ميتصدم من الفكرة ديال انه غلاس بمداق مغربية ما حدلي هو تفايا بالخصوص وشاق تفايا اترحموا لي الوالدين على هذا الغلاس هادا اللي يدقو عندكم غايتصدم وغايعجبكم كبار وصغار نتمنى من الناس اللي غادي جربوا هات الوصفة ارضو علي الخبار في تعاليق كي كانت النتيجة وبقال نقول لكم صحة وراحة إلا عجبتكم الوصفة ديال الغلاس تفايا من ابتكاري مدخلوش عليها بلايك اترحموا الناس اللي مشاركينش معي في القناة مرحبا بكم لا تنساوش تفايا بالجرس الانضار باش يوصلكم الجديد كل مرة ندفع فيديو في يوتيوب الناس اللي ديجا مشاركين معي ألف شكر نتلقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع وصفة جديدة مبتكرة وحسرية حقا